هنا الحياة تنبض من العدم هنا قرية الفواخير التي تقع بمدينة الفستاطة تلك القرية التي ورثت واحدة من أقدم وأهم الحرف التي خلدت حضارة المصري القديم وربما حضارة الإنسانية كلها حينما تم استغلال ما يقدمه النيل لهم من هدايا ممثلة في الطمي في صناعة أجمل الجواهر الطينية أكيد أنا خاف على المهنة طيب ما فيش حد بيجي تعلمها فدي برضو حاجة ما تطمنش طول ما في حد بيتعلم تعرف أن المانا دي تمتد أنا شغال في المانا دي منه أنا عندي ست سنين وحبيبة ودي شغلان أجدادي وكده فأنا اللي خلنت علمتها أن أنا حبيبها وكده شغلانا يعني فإبداع جامد فن تشكيل الطين وتحويله إلى تحف فنية الحرفي هنا هو فنان تشكيلي بامتياز وهو الذي يعتز بلقب الفخراني أو صانع الفخار الذي ينغمس بكل جوارحه في قطعة الطين لتتحول على يديه لأشكال فريدة من نوعها كل الدول العربية نفسنا أنهم يوصلوا لمستويات عالية جدا يشرفونها ويبقى فيهم نفسة حقيقة مع الغرب هي البداية الطينة بتيجي من محاجر في أسوان وبعد كده بتخش المطاحن وبعد المطاحن بتتعبف شكير وهنا تبدأ المرحلة لنحنا وحفاظا على تلك المهنة من الاندسار تدخلت الدولة المصرية لتطوير القرية لإحياء إحدى أقدم الحرف التراثية بمصر منذ عهد قدماء المصريين بإقامة مدارس ومعارض فنية محلية ودولية تم بقرار من السيدة الرئيس إنشاء مدارسة لتعليم الخزف والفخار العمل بتاعها هيبقى هنا في الوحدات في الفخير اللي حضراتكم شايفينها والنظر هيبقى في المبنى بتاع المدارسة بحيث أن نحن نخرج أجيال تكمل وتدعم الصناعة إنها مملكة الجواهر الطينية التي أضحت على خارطة السياحة العالمية والتي تعكس تراثا يسخر بالتحف الفنية النادرة قرية يعمل كل ما فيها بصمت والصمت في حرم الجمال جمال آخر مع حرب ناعمة خشية اندثار مهنة تعبر عن الهوية المصرية وتحفظ تراثها جيلا بعد جيلا من قرية الفواخير بالفستاط نجويونس تلفزيون فلسطين القاهرة اشتركوا في القناة